هقدم لكم دوقات طريقة عمل الكوبيب الشامي المقادير 750 جرام لحنة مفروم معلقة صغيرة في الفلسوود 500 جرام برغو المخصول ومنقوع في الماء لمدة نص ساعة معلقتين كوبار زبدة 3 فصوص طوم مفرومين معلقة صغيرة كمون نص معلقة ملح بصلة كبيرة مفرومة معلقة زعتر معلقة إرفة معلقة صغيرة ملح معلقة صغيرة كمون هنا عصاج اللحمة 500 جرام لحمة معلقة بصلتين معلقة صغيرة زعتر معلقة صغيرة إرفة مكونات صلتة زبادي عشان نحن نحتاجها برضو 3 كوبايات زبادي حبتين خيار متوسطين حبة جزرة مبشورة نص معلقة صغيرة في الفلسوود ملح حسب الرغبة نص معلقة صغيرة كمون معلقة كبيرة زيت زيتون معلقة كبيرة خل طريقة التحضير سريعا كده هنجيب الطبقة الخدرجية اللي هي باستخدام الكبة أو المفرومة هنفروم اللحمة المفرومة مع البرغل والبصل والتوم والبغرات لغاية أما نكون عجين ناعم ومتجانس طريقة تحضير العصاج هنجيب مقلقة مقلقة كبيرة كده هنحط فيها الزبدة هنضع بها البصل المفروم مع التقليب لمدة دقيقة هنحط اللحم المفروم للبصل هنقلب كويس هنضيف التوابل هنسيبه على نار متوسطة لغاية أما يستوي هنحضر الكوبايبة هناخذ قطعة من اللحم اللي بالبرغل اللي عدنا قبل كده هنشكله عن طريق عمل فراغ جواه كده هنحشي بالعصاج اللي احنا محضرينه توضع مقدار معلقة صغيرة من العصاج ثم تغلق الكوبايبة جيدا مع تشكيل تشكل بالشكل بيضوي المعتاد اللي احنا عارفينه هنحط الكوبايبة في التلاجة لمدة نص ساعة جاية ما تتمسك هنقلها في زيت غزير هنرفحها من على النار ونحطها على المنشفة الورقية بعد كده نحط الزبادي في قناة تقديمه بشارة هنضيف عليه الجزر والخير المبشور مع التقليب هنضيف التوابل والزيت والخلل الزبادي ونقلب المكونات وتزين بقليل من الخير المبشور وتقدم مع الكوبايبة وبأحلى هانة وشفا لكم شكرا